إلى جلسة الثالث عشر من فبراير المقبل أجلت المحكمة الدستورية نظر الطعون الانتخابية في نتائج انتخابات مجلس الأمة للدوائر الانتخابية الأولى وثانية وثالثة وذلك بطلب الحاضرين للإطلاع والرد وكانت المحكمة أعلنت في الرابع من يناير الجاري عن عرض الكشوف الواردة من وزارة الداخلية بشأن الانتخابات ومحاضر الفرز والمحاضر التجميعية الواردة من مجلس الأمة اعتبارا من الخامس من الشهر الجاري ولمدة أسبوعين للطاعنين